نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار ابن غفير تصرحاته بشأن التشجيع على هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى وزعم ابن غفير أن التصعيد الحالي في قطاع غزة يتيح فرصة لتركيز على مشروع هجرة سكان غزة إلى دول أخرى كما أكد ابن غفير أيضا أن إسرائيل لديها شركاء في العالم بإمكانها المساعدة في تنفيذ هذا المخطط زاعما أن مخطط هجرة سكان غزة يسمح بإعادة سكان مستوطنات الغلافة